يعني خليني كانت معايا الأستاذة مجدى خيرل وبالتأكيد كلامها يعني أرضى بالكثيرين تعالي نسمع يعني نسمع فيه الجزء مثلنا نحن ناخد واحد وثلاثة مع بعض كده نسمعهم مع بعض نسمع إيه؟ إيه اللي استفازك قوي؟ إيه اللي خلاك تستلي قلمك وتكتبي على طول وتعبيري عن موقفك بهذا الشكل؟ المتابعة، المتابعة ما يحدث واخر بالحضرتك يعني لما قيل أن فيه مجموعة من الفنانين رايحين بيشجعوا الفريق القومي في مهمة يعني تعتبر مهمة رفعين أعلام مصر يعني لازم تكون اختيار الناس له معنى إيه اللي عملوه مغجل؟ ما أنا مش فيه يعني إيه المغجل؟ المغجل طريقة الكلام يعني خمسة مواوة يلا بقى يعني يعني مش فرح بتاع يعني وطريقة الكلام إدعو يعني وانا مش عارف أنا نفسي أقلت لك عشان تعرف يعني بتاع بس يعني لو حطيت الفيديو هتعرف معنى الكلام يعني يا ما أصل الناس بتشجع يعني لا يا لا 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 ما عليش تشجع بقى زي ما بقول لها حطيتك في فرح بنت شايماء لكن رايحين في مناسبة يعني معنا أربع دول عربية وكم من الدول الأجنبية إيش معنا إحنا اللي يبقى عامدينش كده يعني ده فيه ناس في الأفراح يقول لك ما تجيبش بلاش الست بتاع أحسن عيالها بيعملوا فضايح ومنظرها مش بتاع في فرح الله هو إحنا للدرجات إحنا بنستهين بقيمة مصر وفنانين مصر يعني مفروض إن فنانين مصر يعني ينزعجوا يعني إنك إنك فشلت في عالم السينما يعني وفقا لكلام شريف فبتطلعي هذه العقد وهذه الأحقاد عليهم يعني وإن أنا فشلت في عالم السينما؟ وإنت عملت اللي فيه في عبدو فيلمين أعتقد أربع أفلام أربع أفلام القاتلة والمزاج مع مجاحة كامل والستات والغجر بتقول لك أنت إحنا مش فرح شايماء مين شايماء دي بنتها؟ مين شايماء؟ شايماء دي بنتها ولا مين؟ فبتقول ده في كاس عالم يعني مش فرح أمو شايماء ولا شايماء جماعة قالت مش فرح أمو شايماء يعني مش عارف أي أصداق إيه لا فرح شايماء يعني أنا مستغربة زي مجدة خير الله بتتكلم كده وست يعني قعدت كتير في بيتي وإيه خمسة أموة ومش خمسة أموة وإنه مش بخمسة أموة هنبعث الناس طيب وإنت لو جالك تذكرة ما كنتش هتروح يعني تنتقبل الناس كلها كنت هتنط وتروحي ولو جال أي حد كان هيروح هو عشان جات لخمسة أموة هو ده العقبة يعني وبعدين يا حبيبتي ما تزعليش على كل إن إحنا زعلانين كلنا منك ومن كلامك الجارح اللي إنت قلته هنا وفي نقابة إن شاء الله الدكتور عبد طبعا عشف زكي هو اللي يقوم بالمهمة دي لأني قلت الكلام جارح اللي أعليه وعلى زميلي وهو لا الموضوع خمسة أموة ولا الموضوع حاجة انت عادة تسلل شو بيلي كيس لب تسلل فيه بدل ما انت عادة تسلل في الناس وتقولي الكلام اللي انت بتقولي ده عيب يا مجدة خير الله تتكلمي علينا بهذا الشكل خالص لأني ما شفتيش مننا غير كل قير وآدب فالليه اللي انت عملتي ده ما أنا مش فاعمة طب وإيه اللي ودك العربية تتكلمي لا بعد انت في إيه حبيبتي بقى ربنا معاك والقضاء العادل معاك الجزيرة معرفش تكلمت فينا أنا سمعت بعد كده بس بقى ربنا معاك إن شاء الله هو القضاء العادل الماصبي معاك وإحنا كلنا قلنا لازم النقابة تقوم بحقنا وناخد حقنا منك مش هنسيب لك حقنا خالص طيب بس هي عندها بيعني وية نظر اللي هي بعض يعني الناس احنا بعضين فنانين ففيه في عبد اللي هو وباء أي وباء وخمسة مواء وانا قلت أي وباء ولا قلت حاجة أنا بقول مصر اللي فيها خمسة مواء ولا خمسة هوريو ولا خمسة أي حاج خمسة ده مع جمهوري ومع حبيبي واللي أنا متعودة في الميديا أتكلم مع جمهوري أنا أعرف تماما جدا يا أستاذ وائل أنا ست محترمة جدا وأعرف فين يتقال ده وفين ما يتقالش ده أما نعلم شماعات بقى ده على شماعة دي حاجات ملهاش أي لازمة يعني خالص أنا هروح هناك عشان أقول يا مصر مش هقول لخمسة مواء ولا خمسة هوريو أنا عارفة كويس جدا أنا هبصل فين وأتكلم فين وماتكلمش فين فأنا عذرا يا جماعة أنا مظلومة والله العظيم الزلامت أنا وزميلي إحنا ما قولنا عملنا أي حاجة غير إن إحنا إدعينا عشقات تحية لمصر روح روحنا ومش هتقول لي تعالي عشان مصر أقولك لا إنت لو قدتني جوانا عشان مصر هروح إيه يا أسه بس الخلاف زي ما قلت لك شأن نكون متفقين البعض شايد خلاف إيه في مناسبات جماهرية زي دي الشخصيات التي تستطيع السفر على حسابها ما تسفرش مجانة تقول لهم لا يا أسه سامينة بس قول لهم لا أنا هسافر على حسابي يا سلام أما أنت على حال غريب قوي يا أخي كم التذكارة اللي أنا دفعتها أنا هاتفعها وخلاص روحت على حسابي يا جماعة خلاص أنا هاتفع التذكارة مين اللي منحقه ياخذ التذكارة أنا بقولك ده فيه بعض الشباب اللي كانوا في سورهم يا أسه أنا معرفش أنا تمنم الشباب أنا بحب الشباب جدا وبحب البنات جدا وأنا أكتر واحدة مشجعة للشباب بالعكس ده أنا بشيلهم على راسي وأنا أم وبحبهم وعاوزهم يبقوا أحسن ناس في الدنيا ولو التذكارة دي كانت تسعد أي بني آدم في الدنيا غيري كنتوا طولوا تفضلوا وخدوا بس مش بيئيدي أنا معرفش حاجة أنا فجأة لقيت نفسي أنا وزمائلي موجودين في المطار مستفرين عشان خاطر نحي مصر خلاص هو ده اللي نعرفه لا عملت تذكارة ولا عملت حاجة إذا كانت التذكارة مداية الدنيا كلها كده وعلى حسابه وعلى حسابهم أنا هتفع عشرة زاكر يلا با خلاص مش عاوزين العشرة زاكر بتقول فنانين كل واحد مننا هتفع تذكارته مش عاوزين بس مش إحنا مش إحنا اللي خلينا اللعيبة بتقولنا يخساره لا طبعا ده إحنا كنا نتمنى نرجع فرحانين كل العالم يبقى فرحان ومش بس هما اللي خسروا كل العالم العربي خسر وكل العالم العرب أعوة بس احنا لا أداء ولا نتيجة والدولتين اللي رجعوا بصفر زيان بنا ايه مصر وبنن لا يا أستاذ واقل وانا كنت معهم المباراة اللي قبلها كنت معهم واللي بعدها كنت معهم طبعا كنت المباراة واحد التالي قابلي مني ايه واللي بعدي مني ايه قلت خمسة مواخدنا ست ست جوان يا أستاذ واقل بقده كلام يعني احنا نوض يعني مش فهمنا نخسيب الله يعني كلام ملوش اي ،شايف بالروح في مليون الالف حتة بنروح . były растاوا يعني them الذات النمس أس학ين يaves dette واحد ، نحن ناس شخصيات عامة مهمم جدا ليه مش مهمم يا أستاذ واقل فيه الليالي التلفزيون اللي كنت بتتعامل لمصر يا أستاذ واقل فيه حاجات كتير جدا نعصانة الناس لازم تعرفها الشباب الجديد اللي لسه الليالي التلفزيون دي اللي الحفلات اللي كانت اللي كانت بتتعامل لمصر يا أستاذ واقل مش كانت بتعامل حفلات في مصر لالي التلفزيون ومليون قبل حبلة كانت بتتعامل كانت بعملوها دولة من سباكين ولا فنانين ما ينفيش ده على الكلام ده ايه الكلام دوت ايه ده إيه السخرية بالفنان لهذا الدرجة لأ لازم يعرفوا أن احنا بنروح لصفرة بنتعزم في بيوت الصفرة ولستاتهم في شيء في حاجة اسمها أنتوا بتقلوا قيمة الفن وده غالف أنا لا أقبله ولا أي حد يقبله أن حد يقل لي بقيمة الفن الفن ده مهم جدا طول عمره يا أستاذ وايل أنا بشتغل بقالي 35 سنة إزاي يا أستاذ وايل أنا اللي بشوفه دلوقتي ده ما شفتوش قبل كده ولا حد يقبله ولا حد يرضى بيه إيه اللي كنت أقوله تذكرة طب على حسابي أروح ولو مش عسابي خلاص شوكرا إيه كلم الفضي ده إيه ده ده لو وداني النار لو وداني الجوهنم هروح ده أنا أستاذ وايل حطيت في بلدي هنا وهما بالصالحين مع إسرائيل دخلت المينهاوس لقيت كل الصالة كلها يهود خدت العلم رمى العلم الإسرائيلي عليها خدتوا في بلدي وحطيته تحت رجلهاي وحطيت طرحيته قلت يا حلق اسم في وجود يا مصر إزاي يا أستاذ وايل إنت شايفة هنا يعني يعني فجرة إهانتكو والتفكي لا 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 يا أستاذ وايل لا لا إحنا ناس محرمين جدا وكل حاجة مهمة إحنا موجودين فيها ولا نقبل الإساءة اللي بنعا اللي إحنا موجودين فيها مجرد التسلية والسخرية لا 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 عيب 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 وبعدين يا جماعة والله ما لنا زنب في الموضوع ألا والمطش اللي قابليه كنا فيه واللي بعديه كنا فيه كنا في مطشات الناس دي كلها اللي غير اللي مشوا أفاهم يا عمر عيشوا ماشيين يهولون زي الدورة ألا إحنا مقالنا ألا الكرة ده مكسب وخسارة طول عمر اللي أعب عمتا مكسب وخسارة ما فيهاش حاجة إحنا نحمد